اشتركوا في القناة والإرشاد في مكافحة المخدرات صباح الخير دكتور أهلا فيك في ألقاب كثيرة بعد ما حطيني هون كلهم لشو نحن بدأ نستفيد من وجودك تنحكي اليوم عن تأثير المخدرات على الصحة النفسية للشباب خاصة أنت كنت رئيس سابق لمكتب التوجيه والإرشاد بمكافحة المخدرات يعني بحطوا بهذا المكتب مكتب التوجيه بحطوا بسيكياتر عادة يعني بقصد أنه هل الدولة بتعالج المدمنين بتعالجهم نفسيا الدولة بتفرق كتير بين يعني عندها رحمة دولة بتفرق جدا بين المدمن يعني الضحية والتاجر والتاجر اللي هو مجرم يعني فيه الدولة كتير بتفرق أنا ما في شك أنه بتوقف تتحميه بتوقف حتى تجبره يوقف بتوقف وتحوله لمؤسسات تساعده بس ما بتدينه مثل إنه واحد يكون أكيد هو عم برويش يعني الدولة بتفرق هالشي نعم بدي أسألك بيكون منصفين نعم ليش بيتوجهوا إجمالا الشباب على المخدرات شو ناقصن؟ بالحقيقة فيه نوعين يعني أنا اكتشفت بشغلي فيه ضحايا يعني ما بقدر أقول كل واحد راح على المخدرات وراح بإيديه بالحقيقة لأ اكتشفت إنه فيه ضحايا كتيره فيه كتير ناس ندحك عليهم فيه كتير ناس نحطولهم يعني حطولهم إيه بالكتوب بالأكل بالكذا يعني مرأ بطريقة وبعد فترة إنه شو فيك تعمل إنتا؟ بهدف الإتجار يعني لا يخلوهم يشترك إذا أنت بس أدمنت على المرة تقريبا تلتة يصير باتك تشتري رابع مرة بيقلك حبيبي أنت قصتك هاي وشوف شو بكتاني تفعلي هالقد جيب زبونات بعطيك بباليش يعني أنا اكتشفت حقا يعني بيجروا إجر الشاب حتى يصيروا متعاطين دويمة ويشتروا المخدرات صحيح وبيغربون يعني إذا جبتولي زبونات يعطيك بباليش أو بيخفضوهم أو بيعطوهم من وقت لوقت صحيح، أنا لحظت بشغلي أنا كنت بفكر أنه فعلا الأكترية لازم يكونوا أنه راحوا بإيديهم لاحظت أنه لا الأكترية رايحين ضحايا طيب إذا قلنا مش ضحية لماذا يتعاطى؟ يعني شو بيكون ناقصوا الشاب؟ كيف بتكون حالتهم نفسية؟ لا أقول لك، لاحظت كمين فاقة تانية هي فاقة من فاقتين يا فاقة عندك الشي لدرجة ما عنده شي لأنه عندك الشي أنا بشرحها وفاقة عن جد ما عنده شي يعني لعنده كل شي متل ما عنده شي لأنه عنده كل شي لا بقى عنده طموح ولا بقى عنده شي بدي يفكر فيه ولا عنده إفور بدي يعمله ولا يخيه على الآخر وعنده كل شي مديا ما عنده كل شي عاطفيا لأنه عنده كل شي مديا أكيد عاطفيا ما عنده شي لأنه الأهل أوقات بيعتقدوا أنه أنا عبيته أنا شو بتكفيه؟ بصرف مصاري على ابني ولكن أي سيارة بدك وأي ابنت بدك من النحية العاطفية بدل في ناقص يمكن التواجد البريدانس يمكن إعطاء الحنان إعطاء الوقت صحيح تنقض مع أولادنا وقت بيكون فيه مصاري خدوا مصاري وفلوا عنا بس هيدا ما بيعبي هيدات صحيح أكيد لا فهو كمان بيضع عنده هنه أصر عاطفيا لكن عنا الشباب يعني اللي بيتمتعوا عندهم مصاري وعنا شباب الفقرة الفقرة لشو بيحتاجوا برافو ليكي عنا شباب ما عنده شي هولي لأنه مش لأنه مش لأنه فقرين مش كل فقير بروح لهون لا بس لأنه أوقات تقير فقد كل شي يعني تركي مثلا أهله بحاجة لمصاري ما عم بيقدر يؤمنهم يعني بيكونوا عايشين بي لأنه عنده نقص هايل مما أوقات بيدفعوه أنه يعويل بطريقة ما يعني أنا بقول خير الأمور الوسط هي فعلا خير الأمور الوسط أوسط ضلك بمستوى الوسط يعني الوسط هو الأفضل يعني الوسط هو الأفضل خير الأمور أوسطها أوسطها يعني لا هاي ولا هاي ولا كون الإنسان معظم لدرجة أنه بسي بده يعلي معنوياته أوقات بكوكاين يعني هي فعلا كنت تشوفهم مثلا لعيب الفوتبول اللي ينلقطوا بالدباج وكلهم كوكاين يعني ياخد كوكاين زعا ملعب يطير هلأ بنا نحكي عن ما هو تأثير المخدر بس خلينا ننهي أول سؤال يعني فينا نستخلص أنه اللي بيضمنوا على المخدرات هني يا إما طبقة فقيرة يا إما طبقة غنية يعني يعني مش بس موجود بطبقة الفقيرة أو بالطبقة الغنية صحيح وكل واحد عنده نقص معين صحيح وكل واحد عنده نقص معين ممكن يكون نقص نفسي أو ممكن يكون نقص مادي لهون التفقن صحيح طيب بس ياخد الإنسان يحصل على المخدرات شو هي هايدي النشو اللي بي مرفيها مشكلة كوكاين الترجم لنا إياها لو سمحت طبية طبية مشكلة كوكاين إنه بيرفع كتير المعنويات من النواق العصبية بيرفعها جدا لدرجة إنه بتشيري أنت جسمك كتير هايطر وكتير قوي حتى جنسيا من الأول أول ما يتعطوه بحسوا بأنها شوية غريبة الرياضيين اللي تعاطوا كوكاين كمان صاروا بالملعب في البورصة ويطيروا مما شكك اللي جان إنه هدا كيف عم بطير هاي نا ياخد طابة هون صير هونيك بعد تكة مما عدت حدا في الحقه يفحصوا دمه يطلع إنه متعاط أي فالكوكاين مشكلته إنه أول ما ناخدو بهايبر فيه وفيه وشي غريب الافيتامين الكابتاجون بخوفوك يعني الكابتاجون بيشتغل متل الكوكاين أي متل الافيتامين كوكاين وبدأ نحكي هيرويين كمان هيرويين غير سيستام أي شو الفرق بينك لا هيرويين غير سيستام هيرويين فعلا بمخدر يعني بتكون أنت عم يخدوك بيسطل الإنسان بيسطل بيريح بتكون بده شي ويرتاح والحشيشة الحشيشة بالحقيقة الابواب يعني يعني شو الافيتامين يعني ليش مثلا بيقولوا راح هلأ خاصة بكندا شرعت شرعت سيجارة الحشيشة تعم بيقولوا أنه هي مفيدة للعلاج السرطان خاصة الزيت الحشيشة وشو رعت ببعض البلدين شو تأثير سيجارة الحشيشة شو بتختلف عن الهيرويين أو الكوكاين مشكلتنا نحنا بسيجارة الحشيشة أنه هي بالدوز يعني أنا لاحظت وقت بقتل اشتغلت بالمكافحة مشكلة الدوز كانت هي أكبر مشكلة نحنا بنفعل قصية شو بتقصد بالدوز يعني إذا سيجارة ما بتعمل ما منعش بنا نحط فيها يعني مثلا بيحط فيها بيحط وبيلفها بس أنت مين تتحط ما هون السؤال لأنه أنت بدك تقصد دوز مينك أنت بيحط وبيحط قد ما بده بيلفها طب خلا نحكي عن الدوزاج يعني إذا أخدوا سيجارة حشيشة مفعولة كيف بيكون إذا سيجارتين إذا ثلاثة ما هو هون قصة نحنا متبرنا لأنه نحنا ما منلعب ما فينا نعرف الدوزاج المظبوط هاي بده الشيميست على وزن الإنسان مش بس على وزنه على الهدف منه يعني أنا اشتغلت فيه ونهو كتير وبعرف كل دوز تفرق بشي كل دوز بتوديكي لمحال مدامريتا يعني مثلا بتلاقي الحشيشة وهي لبنانية مطلوبة بأمريكا كتير بيتمنوا علينا لو نحنا عم نفعنا مشرعينا ونبعتها لبرا لهدف الإدوية هي شرعات لكن بعد ما أخذوا القرار بالتطبيق بعد ما تأخرنا كتير لم تطبق روحنا مصاري كتير لكن بتجيب مليارات للاستعمال الطبي شرعات للاستعمال الطبي بس أنا بدي أعرف منك بالدوزاج وين ممكن تتودينا بالدوزاج خفيف بدوزاج وسط وبدوزاج مرتفعي رح أعطيك مثلا السلينيوم اللي بيعتبروا وإنه من أحسن المضادات انتي اوكسيدان العابية بالدوزاج تبعه مثلا بيضربك فيك تفصلنا شوي دوزاج خفيف شو التأثير هوني اللي أنا شفته اللي أنا بطلعت عليه اللي اشتغلنا فيه أنه مثلا أنت بتفرقي بالدوز حتى بتفرقي بعالج مرض ما يعني دوز محددي بهالقد مثلا ممكن تعالج للألزايمر ممكن هوني تحمي من السلطان هوني تحمي الميموار هوني بتعالج مثلا حالات حتى بالسيستان العصبي بالجهز العصبي أكيد بالجهز العصبي لأنه كتير من الحبوب مش رح نسكر أسامي اللي بتحارب اللي بتحارب الأنكسيتة اللي بتحارب الخوف اللي بتحارب الدبريسيون مزبوط أكيد فيها مخدر طبعا بدوزاجه معين مشكلة نحنا كليبنانية اللي بيتعاطوا سيجارة حشيشة بيحط قد ما بده بيلفها متل ما بده طب بس بعد ما شوى بدي أعرف التأثير ايه التأثيره هون هوني بيقلوا بسلبة لأنه أي دوز أوطأ أو أعلى بتبهي ممكن تغير بالمزاج بتغير بكل شي وهون بتلعب كتير على طب إذا قلنا دوزاج يعني معتدل يعني هو أنا بس سؤالي تأعرف شو بيحس الشخص تياخد هالحشيشة يعني بدي أعرف لوين بينتقل شو طلبه؟ لوين بده يروح؟ أنا بقلك السيستان العصبي عنده بيعلى أكتر نزون بنشط مثل الكوكايين يعني ولا لا بيفرحوا ولا بيطلعوا من الموت هيدا بدي توصيح بيخليه ما يضل مسيطرة بيتميلك حاله أكتر بيتميلك حاله أكتر بيتميلك حاله أكتر بيمشي بيسيطر على الوضع بيسيطر على الوضع بيلاقي حاله أنه هو أعلى من المشكل دايما يعني بباطل مضطر يعمل فعل قوية دائما المشكل المعين فبيشعر هو أنه أنا أعلى من المشكل دايما لأنه والنواية العصبية بسيكون كتير عالية فيك مثلا السيروتونين بسيطر على كتير فيك أي مشكل أنا وياك بنعمل لها ديبريسون هو ما بيعمل لها بسيطر على الوضع بسيطر على الوضع بيكون الإنسان بحالة كتير منيحة مزبوط بس إذا أعلى أكتر منها لازم كتير خطير الوضع يعني نحنا بي ليش أنا قلت مشكلة دوزاج منام بيتميلك لأنه أنا كتير اشتغلت فيه يعني إذا وقت السيروتونين نحن بتبريسيو. أو انكسيتي أو خوف أو أو أو. إذا كان عالي بالمعدل المطلوب، نكون مبسوطين ومرتحين ومرفقين على ما. إذا تلاح السيروتونين أكثر من ماليزم، هنا المشكلة، لماذا؟ شو بيصير؟ مثلاً بتلاقي واحد مفترد أخذ مثلاً كوكاين. نعم. والثاني أخذ كوكاين. واحد راح افردوز وواحد مرة افردوز. هلأ إحنا شو منعتقد؟ أنا بعد خبرتين تبهت الله. شو منعتقد أنه واحد أخذ كتير؟ أنه أخذ كتير. هي لا. هي للأسف. كل إنسان بيحمل معدل شكل يعني بتقصد؟ كمان لا. بح تنقذي. شو؟ اللي راح أوفردوز يمكن أخذ أصغر دوز كوكاين. بس فور إكزامبل أخذ حده دواء عصاب. هل أمل جام عملت أوفردوز؟ يعني خليط بين دوائين، بين ممكن يعمل أوفردوز. مش إنه الأوفردوز يعني هي الدوز الكبيرة. لا أبداً، أبداً إحنا هيك و أنا وقت كنت يعني مش عم تشتغل وما عم بشتغل بهالدمان الكبير اللي اشتغلت فيه. كنت كمان أعتقد أنه أوفردوز متل ما كنتمت بتدل عليه و أنا عم بيغدوز عالية. فعلاً مش إنيك أنا كنت عم شدد لك وأنا مليتها أخطر شي بالحياة هي كلمة الدوز عش. طيب، تنهي هذا الموضوع، لكن الأثار اللي بيحس فيها الإنسان بس يأخذ المخدر، إن كان بالهيرويين بيخليه سير دون، الكوكايين بيطلعوا بيرفع له معنوياته أحيان لفوق. خطورة بعض أكبر من هاي كله. واللي هي؟ اللي هي أن مثلاً أوقات أنت بتسمعي عن حداً بسوق تنفترد بوالور، كميونيت، بينقل من بلد لبلد الضاحة، تسمعي أنه نام وطلع على ستمائة سيارة أتنون. مثلاً؟ هو بالحقيقة ما بيكون نام. آه شو بيكون صار؟ بيكون أخذ تنفترد أنفيتامين تحتى يقدر يضايا، مشكلة أنفيتامين مدام ريتا أنه لاحظت اللي بيخلص مفعوله يعني بيخلص مفعول. هيدا الأنفيتامين. ما في أخطر من هاي بوضع. هلأ كتير نحكى بالكابتاجون، بملايين ملايين، هي هي مثل الأنفيتامين، يعني بتشتغل نفس الشيء. أكيد. طيب هالتصويق للأنفيتامين هالشباب يعني تتعجب أنه هالكميات الكبيرة الهائلة، طيب هيدا بتروح شعوب كاملة. أكيد. يعني بتخليهم يمكن ما بقى يسيطر عليهم. الجيش الألماني استعملها بالحربة عمية تانية لحتى يحاربوا ليل مع نهار. وفعلا برجع بقلك كل مرة كان يخلص الدوس كان عندهم مشاكل كتير كبيرة. هلأ رح نقول شو هي المساوئ طبعا على المجتمعات بس خلينا ننتقل هون أثار المخدرات على الفرد والمجتمع وعلاقته بعيلته. يعني وقت اللي بصير يتعاطى الشاب كيف بتصير العلاقة. أول شي ضمن عيلته مع خيه وإمه وبيه وبعدين مع المجتمع. أكيد. أول مشكلة إنه بصير يبيعون. بصير يبيعون. بصير يبيعون لأنه بده مصاري. يعني هيدا هو الأشياء معنا رخيصة. شو بصير يبيع أهله بتقصد ولا يبيع المخدر؟ لا ببيع أهله. آه يعني بصير يسرق أهله وبيبيع صيغة أمه وذهبت عامته وخالته. ما بيخلي شيء. يعني تيابه مادام ريتا. بتبلش أنت تنتبهي إنه عم يفقد تيابه. مهم. وبتنتبهي إنه أنت كان عندك غزانة. انت كي شو بيك؟ هيدا بيقلك عم بعطي فقرة وهذا بيصير إليك غير شيء وهذا بيصير يكذب عليك. إنه أنت منك هالقد قديسة تعطي فقرة؟ إنه منين لأمين عم تعطي فقرة؟ تكتشفي إنه عم ببيع حتى تيابه. كيف؟ يعني ما في خبريك قديش أسارة بشعة. إنه بعد ما يشتري واحد لقمة أكل لأبنه وبنته يطعميهم. بده يسرقون ويبيعون تيشتريهون لقلم. بدي أسألك عالعلاقة العاطفية ضمن العيلة لو سمحت. يعني إذا كان الزوج يتعاطى مثلاً كيف علقته مع مرته، إذا كان الأب يتعاطى كيف علقته مع ابنه، وإذا كان الأخطر الإبن يتعاطى كيف بيتصير علقته مع أمه وبينه؟ شوف إذا البيع عم يتعاطى نحنا بنعرف إنه ما في بين ناجح إلا إذا كان كاتب، أعطاب يعني خالية من الأننية، خالية من الأننية، وعنده كل شي لأبنه أو لابنته أو لعائته أو لمرته، يعني لبينته. بس هيدا الشيء يعني هيدا مش شعور إنساني يعني يعني على طول بيقول المثل حب حالك لتحب ابناك حب حالك لتحب أنت معها شي ولا لا؟ أنا عندي ولاد نعم الله خلي لك ياهم ولأنه عندي ولاد بقليك أنا بحب حالي بس حس أني عم بحبون يعني أنا بكره حالي وقت لك حس أني ما عم بعطيهم كل شي فيه يعطيهم يعني أنت ما بتأيّ تحب حالك لتحب أنت بتقول حب تحب حالك أنت بكون عم بحبون بشعور أني حبيت يعني مثلا وبكون عم تعميون وأنا ما عم بيقول بستز أكتر ما أنا أكل بتكون سعيد بكتير بتكون سعيد بحبيت حالك أنا كان عندي هيك باسمع هيدا القول يعني أو المقولة قولي يا عمي لأ ليش بدوا يحب حاله قبل ما يحب غيره الإنسان هي محبة الغير هي بتاعتي السعادة والفرح وطبعا وهيدا اللي عملتها مرتريزا ويعني كل الناس وحتى يسوع أمرنا بالمحبة ليش تنكون سعادة يعني بحياتنا حبه أكثر مرتب حالك صحيح 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 تبهي هاي كلمة يسوع فأنا هيدا اليوم نورتني يعني هاي استنارة لإليك أنا عندي ولدين وأشعر بإكستاز بغفة كبيرة وقت بحس أنه أنا حتى بس أشعر أنه عم طعميه من أكل أنا مش تهي من نفس الأكل عم بقصور عم تحرم حالك والطعميه أنت سعيد بفرح مليون مرة أكتب ما أنا أكلها وكنت أسمعها من باية وكنت قول إيش عم بيقول هين عظيم هاي شغلة كتير حلوة فكرة رائعة بدنا ننتقل للتأثير المخدر على العلاقة ضمن العيلة ايه تفرط العيلة كلها صباح لأنه ليك العيلة العيلة ما فيها كل شي فيك لألة فرطي تنتهت العيلة العطاء حتى النهاية أبداً للآخر مين كلهم كلهم بدون يعطوا كلهم البي بدوا يعطيه والإن بدوا تعطيه والولاد واحد من اثنين ما بيمشي الحال الولاد إذا ما كمان هني بيعرفوا كيف ردوا للأهل كتير في أشياء تتخربط جوية العيلة يعني أنا مع بقول إنه الولد يحرم حالوة طعمي باي أنا مش حالي الجهز الجهز يعني بيكفي جهز بس قديش حلو إنه هالكلمة الحلوة بتطلع من الولاد يعني أنا مثل مرة ابني قال لي ما عندي ذكرى سيئة منك أنا قلت له هاي أعلى الشهداء خطة بحقياتي بكل الشهداء تخطوا من الجامعة معد إنه نقيمة أنا كنت بفضل لي قللك كل الذكريات حلوة معك مش ما عندي ذكرى سيئة يعني كان كان إيجابي أكتر عنا كل حال هو كتير حلو الإنسان اللي بدوا يأكل يمكن يشيل نتفي طعمي غيره بصير يحسبي هايدي البقيت له إنه كتير هو مبسوط فيها صحيح هيك طيب قلنا إنه إذا كان الولاد بده يتعاطى بده مخدر بده مصاري بيوصل لفترة هو بحاجة ما معه مصاري سرق أمه سرق ذهبيات سرق من بيته الكريستالات إذا فيه إلى آخره هون نروح للعليج هون العليقة أنا بدي هون تشرح لي بس شو بيصير بغض بيصير نفور بيصير الأهل يتخانقوا الام تتخانق مع البي البي يتخانق مع الام مع الولد يعني شرح لنا شوي الأثار السلبية لبيعملها المخدر ضمن العين أنا بإطار شغلي لاحظت إنه كان فيه عندي نوعين يعني أنت بتعرفي مادام ريتا إنه أنت بس تتعاطي مع حدا عم تسادي دايما تشغلي مع أهله لو صحيح غير مباشرة بس مشتغل مع الأهل أكيد أكيد أنا لاحظت فيه نوعين نعم فيه أهل كرهوا أولادهم صحيح كرهوهم كرهوهم وزعبوهم من البي إي إي كبوهم أكيد فيه أهل تصرفوا بالمقلوب يعني يجلوا عنا يقولوا لنا أنا مستعد لكل شي بس ابني يطلع منها هلأ الولد كتير مهمة يشعر هون قديش الأهل أتنين حنوا عليه ما معناته أنه يعني بحاجة لعاطفة كتير كتير بيهالوقت بالذات لأنه هو إنسان مريض أكيد وهون ما بدي هاينا يعني هاي دي رسالة عم نوجهها للأهل طبعا برافو وهون ما بدي هونها عالمشهدين يفكروا أنه لفات نحنا تعطفنا معه يعني صح لا رح يمرق بكتير من طبات رح يطلع وينزل مرات رح يدافع مرات ما رح يقدر يعني بس نحنا بنقدر هون هون محبة الأهل وهون بقول أهوا بعد لأنه الأهل قادرين يعطوا ليدهم أكتر موليدهم قادرين يعطوهم طبعا لأنه الولد بيكون مريض برافو إنما الأهل أصحاء والأهل بمحبتهم اندفاع يعني لازم يشغلوا عقلون وما حبتهم بنفس الوقت لحتى مش إنه يفصلوا عن العيلة إنت ما بتسوى إنت مش منين إنت طلع من البيت إنه جربوا مرة جربوا مرتين ما زابطيش شحطوا من البيت في عيال تربون نحنا هيدا رسالة أكيد بدك توجهها أنا بواجري هلأ برجع بقول فاقده الشيء لا يعطيه والرسالة لحالة ما بتكفي ولو قلت للبيع مول هيك إذا هو ما عم بيحسها مادام ريتا صعب كتير تنعمل بس بالقليل إن الفطل ونظروا إن الفطل ونظروا إن شاء الله يقدر يعملها بس بدا تكون طالعة من هون من القلب وكل شي ما بيطلع من قلبيك شو ما اشتغلته هو فاشل إذا أنت ما عندك عن جد شغف مهما اشتغلته أنت بفشل شو ما كان يكون تعليم طب سياسي عسكر شو ما اشتغلته إذا ما أنت من جو فاشل جواتك مهما اشتغلته أنت فشلته أحبب وعمل ما تريد أكيد إيه فنحنا هون الأهل بدوا يكونوا عن جد حاطين كل طاقة الحب موجهة لابنهم إيه وأهم شي فكروا إنه أنا ابني رح حبه مثل ما هو مش ضروري حبه مثل ما أنا بدي يكون مثل ما رسمته بفكري كإنسان كامل كامل وما حدا كامل ما حدا كامل مثل ما هو قدامك أنت حبه مثل ما هو قدامك وشتغل عليه بس أول شي بلش أنك أقبله نحنا مشكلتنا بدنا إيه مثل ما نحنا حطيني خليتار طيب وصفنا هلأ الحالة ضمن العائلة بدنا نوصف الحالة المتعاطي وقت إذا افترضنا إنه راح حتى يتخلص راح على مستشفى راح على محل مثل أم النور وغيرها اللي بيستقبلوا المتعاطين وبيساعدون إن كان بالصلاة إن كان بالمحبة يعني كتير كتير هناك أنواع يعني لحتى يخلصوا وفي كل شيء وفي كل شيء نعم خلينا نعرف هوني شو المراحل اللي بيمر فيها اللي عم بيتخلص من التعاطي هو بالحقيقة أني نحنا أنا خاصة شو بيصير معه أنا جربت اتبعت أسلوب أني نقدر ننظف الجسم بأسرع فترة ممكنة فقدرنا نجيب من ألمانيا الخلية الجزعية اللي هي بتنظف الجسم ساعدة كتير يعني عنا شغلة جديدة جديدة أكيد جديدة خلية جزعية من ألمانيا جبنيها علب طب هي من منين مأخوضة من خلية جزعية حيوانية وفي منون نباتية في اتنين أنا فتكت من ناس متعاطين أو شيء لا أبدا لا هي حيوانية أو أو نباتية أو نباتية بس تدخل على الجسم بكمية 30 ألف مندي جرام بال24 ساعة مما بتنظف الجسم يعني جسمك يبلش ينظف من جوه تما يطلب كتير آه فهذه طريقة جديدة حلو درنا نساعد طبية طبية لأنه مادام ريتا إذا أنت عم بتقوليله لا وجسمه عم يطلب صح أوكي من بالش نحط كمية أخاف منحط كمية أقل شويك اليوم بس الجسم برضو عم يطلب يعني أنت أهم شيء إذا نقص عنه المخدر وما كنا عطينه هيدا الخليا الجزي أوقيت كيف شو بيصير بالراس أوجاع غريبة بالراس شو بيصير يعني أوجاع أوجاع بالراس وجاع بالراس أوجاع مخيكة أو جاع بالظهر أو جاع بالجسم أو جاع بالبطن يعني ما فيك تشوفي حالته كيف بيصير ترجع وكيف بيصير يركع عند أجرين عانب وكيف بيصير المرأة تقبل تنام عمين ما كانت يعطيها نقطة زل زل وأنا عم بحكيه ونهول ترعانا تسمع ما بقدر إليك مستوى الزل لويني بيوصل يعني بتلاقي أتخن مرة ريكعة عند أردت رجال نام معي بسعطيني هالأة الدكتور حكينا شوي لو سمحت شو بيصير بالأرمون اللي بالراس اللي نحنا اشتغلنا على قصة السيروتونين يبدع لا يبدوط في حال السفراج يعني نحنا عم نشيل المخدر هيدا السيروتونين وين بيكون وكيف بيكون أكيد إنه الكوكاين بس بنا نوقفه السيروتونين بدوطة فشأة إنه هو هو أرتفيسيال ما هو إصطناعيا للأسف لك السيجارة ليش بيقولك ما فينا نوقفها لأنه هي كمان إصطناعيا ترفع السيروتونين نيكوتين ما دامريتا نحنا اشتغلنا عليها السيجارة طلع فيها 4850 مل ديسمة كمان مش هيني سيجارة وحدها الاربعة 4850 رأم بيخوف عسيجارة ضرب 20 هيدا أقله بنهار بنهار واللي بيدخن الأرقيلة يعني بيساعد يخذ كتير طبعا ما في خبرك لأرقام شانيك حتى السيجارة بتلاقي إنه إذا قتل يوقفها بيعمل قصة بيصير يخترع مشاكل بالبيت طي يدخن وبيصير يقلك لأنك عصبتين عمدخن طيب دكتور عم نعمل سفراج هالسيروتونين بالرأس عبيوط أوتي طيب قبل الخلايا الجزعية شوفينا نعتلا نعلي السيروتونين لحتى ما كتير الشخص ينخذ المتعام ونرجع كتير أوقات لل 5 إدروكسيتري التوفان اللي هو بروتيين واللي هو ما ندوى واللي هو ما نمركب كمائة شو هو هو بروتيين ناتوريل بس هو تدعميه بقوة كبيرة مع فيتامين بسيس عالي المستوى تدك أنا كله لعب الدوز يعني بسيس فيك تعطيه 5 ميلي جرام فيك تعطيه 300 الدوز كل شغلة إلى الدوز طبعا لكن عطينا البسيس بدوز عالية بلوس بلوس 5 إدروكسيتري التوفان لحتى نقدر سوى نعمل نعمل تحضر السيروتونين تا يقدر يهدك تا يقدر ما يوجع تا يقدر ما يتقلم يتحمل إلى آخرين بس قليم الجسم بتظل موجودة طيب أي أحسن الخلية الجزعية ولا هيدا اللي ذكرته كله بينلعب مع بعضه يعني السيروتونين بدنا نرفعه من الميلي خلية جزعية هي لتنظيف الجسم لحتى جسم هو يبطل يطلبها نحنا هلأ حكينا طبيا كيف منعليش تبقى كنت روبرتي فيه شئ نفسي وحضرتك سيكياتر يعني أنت بتعالج بالأدوية وبنفس الوقت بتعالج كعلاج نفسي يعني شو بينحكى معون شو بينقلون هل بتنصحون بالصلاة بالتأمل شو بيصير مع الطب شو بيصير شوفي مع الطب الصلاة هي بالحقيقة ما في طبيب بفكر إلا ما بيعرف قديش تأثير الله علينا قوي يعني كل طبيب بيقلك أنا ملحد ما بيكون طبيب أنا هيدا رأيي لأنه مش معقول رأيي أكستراميست بس بس أنه مع أنه نحنا على طول بكل دي قام نتكل على الله مع أنه قلت كل طبيب ملحد بيكون مش طبيب نعم يعني بس طبيب أو قاتتي فيه أطباء بتحكي معهم بتحسينهم بعاد عن الله أنا ما بيعتبر أنه الأطباء لأنه الطبيب الحقيقي اللي شغل على الجسم وبيعرف أنه ما في يخلق شيء منها الجسم أكيد حتى لو استنسخ ما بيطلع نفس شيء مثل خلقت الله ليش أستنسختي ما أنت عم تجيب بمشي موجود شيء موجود صحيح يعني مش كرياسيو لا مش كرياسيو لا تحكي بكرياسيو سكريا دوريا الله العظيم ما ديلك أنت عم تستنسخي أنت عم تشتغلي على شيء ديجا موجود صحيح أنت فدت هون بالاكتشاف أنت ما فدت بالخلق خوتنا بالثيولوجية دكتور هلأ منحكي بسيكولوجي وبسيكياتري وطب وثيولوجي ما كله بالنتيجة قاله خلقه كله لحق بعضه يعني ما منقدر كله ستنسار كالفرمي وكله سوا بيشتغل مع كله وخاصة بقصة المخدرات طبعا نحنا كلنا عنا يعني متل ما بتقولي فيه مثل العالم كله هو لاية الجزة فيه كمان العالم لاية الجزة كله بيلعب مع بعضه عظيم لكن الإيمان الصلاة الإيمان الصلاة يمكن الرفقة يستقوب يسوع يستقوب الله يستقوب الإيمان يستقوب اللي خلقهم تعطيهم من جو صحيح ارتفاع أو نشوة حتى بالجهاز العصبي وحتى بالإنتاجه لكن لا نعمل خلاصة سريعة لأنه خلص وقتنا يحتاج لحتى يظهر من الإدمان المتعاطي بده بده إيمان بأله بده صلاة بده رفقة وكلمة حلوة وإيمان بذيته وإيمان بذيته وطب يعني وطب كمان نحن خلص وقتنا دكتور أنا بده إشكرك بس بدي هيك تحفيز للشباب بالآخر كلمة هيك تم يتعاطو نصيحتي لأنه هي رياضة ما بتعطي مادام ريتا إنسان الرياضة قديش بتكوني بس عم نحكي رياضة حقيقة مش رياضة يعني لازم كمان اللي يخلصوا من التعاطي يعملوا رياضة كمان هيدين سينا نسكرة بس مش قلتا إنه ما بيقدر بوقتها بوقتها ما بيقدر شوي شوي الرياضة الاتجاه إلى الرياضة بالأول عم نحكي كبريفنسون تما يفوت بالعالم الوسيخ أنظف عالم بتروح عليه أنت غير الصلاة أكيد وغير إيمان ما أنه في كتير رياضيين يطعطون ولكن هلأ بدنا نقول مش رياضيين حقيقيين هولي رياضيين وزيفين دكتور أنا كتير بدي شكرا كانت حلقة حقيقة كتير حلوة ضوّت على كتير أبور نحنا أكيد مننصح الأهل ينتبهوا لأولادهم يعطوهم عاطفة قد ما بيقدروا الله يخلي لك ولادك درهم وقاية خير من انطار علاج هيد من أولاد الكل وقالله يخلي ولاد العالم كلها يخلي ولاد الجميع شكرا لمتابعتكن فقرتنا مشاهدينا فاصل ومنواصل بآخر فقرة خليكن معنا اشتركوا في القناة